بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الهدي والأضحية والعقيقة تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الأضحية والعقيقة فأما الأضحية فلا ينبغي للمسلم القادر عليها أن يدعها قال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أخرجه ابن ماجه وأحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وفي رواية له ولا من بشرته ولا يجزئ فيها إلا أن تكون من بهيمة الأنعام ولا يجزئ في السن إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الإبل وهو ما له خمس سنين والثني من البقر وهو ما له سنتان والثني من المعز وهو ما له سنة ويشترط فيها السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي صحيح رواه الخمسة وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وتسن العقيقة مؤكدة في حق الأب أو من يقوم مقامه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه تذبح العقيقة في اليوم السابع فإذا ولد يوم السبت ذبحت يوم الجمعة أي قبل مثل يوم الولادة بيوم فإن فات اليوم السابع ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين وتذبح عن كل من نفقت فيه الروح ولو خرج ميتا ومما يشرع كذلك في اليوم السابع تسمية الولد ما لم يكن الاسم قد هيئ له من قبل وحلق الرأس للغلام الذكر والتصدق بوزن الشعر فضة قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر